مشاكل القلب فيه أسباب رئيسية وهما سبع مسببات طبعا ارتفاع ضغط الدم مرض السكري التدخين والتدخين ده مهم جدا ارتفاع كوليسترول الدم الضار السمنة السيدنتري لايف ستايل الحياة اللي مفيش فيها نشاط وحركة وعدم ممارسة رياضة والسبب الأخير هو الاسترس دول سبع عوامل رئيسية كل ما يبقى فيه عامل موجود فيهم كل ما فرص إصابتي بأمراض شرنية القلب تكون كبيرة عامل وفيه حاجة اسمها ريسك موديفايرز يعني حاجات أو عوامل خطورة مساعدة زي البلوشن التلوث فانت لو عندك عوامل خطورة أساسية وعايش في بلد التلوث فيها قليل زي سويسرا فرص إصابتك بأمراض القلب أقل بكتير من أنك تكون عايش في بلد فيها التلوث شديد المعدل السوشيو ايكونوميك السيتس مستواك الاجتماعي أو المادي النيز الضوضاء كل دي عوامل مساعدة بتسبب أو بتضاعف من عوامل خطورة بالإصابة بأمراض القلب لكن السبع أسباب أو عامل خطورة رئيسية السبع اللي احنا عددناهم الرئيسية